أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق في علم الأحياء وحلقة النهاردة زي ما وعدناكم هتكون مراجعة على الباب الثاني باب الخلية والتركيب والوظيفة طبعا كان واضح أنه كان نقول مطلب من كل الطلبة أن الباب ده تقيل ومش عارفين نحفظه والرسومات تقيلة فالنهاردة كان المفروض أننا كان لها رغبة أدخل في الباب الثالث اللي هو الوراثة لأن الوقت جرى مننا لكن احتراما لرغباتكم برضو وعلشان يبقى فيه تواصل دائم بيننا هلتزم بالاتفاق اللي احنا قلناه ونراجع النهاردة على الباب الثاني ومن أول الحلقة القادمة إن شاء الله هبدأ في الباب الثالث وزي ما اتفقنا فيه ناس كتير اتكلمت وفيه ناس كتير اتصلت وفيه ناس كتير بدأت تتكلم أو تبعت لنا رسائل من خلال مواقع التواصل وبرضو علشان أنا وعدتهم إننا الناس اللي تبعت للأسئلة دي أنا هرد عليها في الحلقة فبرضو هقول موجة سريع كده في دقيقتين الناس اللي اتصلت والناس اللي بعدت شكر إن ده حقهم علي ونشوف الأسئلة اللي هم بعتوها وبعدين نبدأ نشوف مع بعض الأسئلة والرسومات اللي احنا بجهزينها على الباب الثاني معنا الطالب زيزو زيزو عامل شكر جامد جدا للقناة وكتبه في أكتر من مكان وبيقول إن هو بفضل القناة وفضل الحلقات قفل في انتحان الشهر وقايل الدرجة إلا أنا جبت عشرين من عشرين ربنا يوفقك دايما وإن شاء الله في الترمة برضو نقفل معنا برضو مونة محمد نفس الموضوع قفلت برضو في انتحان الشهر وبعت سؤال وبتشكر برضو القناة والحلقات لأنها اعتمت تعليها في المذاكرة بتاعتها معنا ميرو محمد برضو طلبت إنها نراجع على الباب ده وبتقدم برضو شكر للقناة وندا أشرف قدمت شكر محمد عصان بعث سؤالها جوابهولو حالا هبة صديقة البرنامج بعثت لنا سؤال وبعتها برضو شكر وحمادة طلبة شكر أنا كده اتكلمت عن الناس اللي بعثت شكر للقناة هنبدأ نتكلم عن الأسئلة عندنا الطالبة هبة بتتكلم عن اللايسوسومات اللايسوسومات يا هبة وده معنا برضو في الباب ده المفروض إنها تتكون عن طريق أجسام جولجي هو قالك الوظيفة بتاعتها وظيفة اللايسوسومات هي بتحتوي على إنزيمات هادمة لو ذكر وظيفة بس هقوله إنزيمات هادمة بس لأن دي السؤال أو الكوزئية المحيراكي لكن لو قال لي ليه اللايسوسومات موجودة في كرات الدم البيضاء يبقى لازم أشرح هنا لأنها تحتوي على إنزيمات هادمة تعمل على هادم جميع أنواع الميكروبات والفيروسات والأجسام الغريبة نفترض إن هو قال علل اللايسوسومات توجد في القناة الهضمية يبقى برضو بداية إجابتك هي هيها لأنها تحتوي على إنزيمات هادمة بس المرة دي هقول تهدم جميع أنواع المواد ده بالنسبة لسؤال اللايسوسومات لهبة هبة برضو كان لها سؤال تاني بتقول تلعب الريبوسومات دورا هاما في الخلية الريبوسوم وإحنا بنراجع هنحول العديات أو العديات اللي فيها حرف السين اللي بتلخبطك وكلكم نجمعها مع بعض في ورقة كده ويريد تسجل ورايا هيسهل علي حفظ حاجات كتير طيب هو هنا قال يا هبة إن الريبوسوم له دور هام في الخلية وسبها مفتوح إحنا درسنا الريبوسوم مسؤول عن إيه مسؤول عن تخليق البروتين إذن هقول له لأن الريبوسومات مسؤول عن تخليق البروتين حتى صغرها هضفها وجميع أنواع الإنزيمات وجزء كبير من الهرمونات مواد بروتينية لاحظتي إن أنا قلت الإنزيم كله بروتين والهرمون بعضه منه أو غالبيتها مواد بروتينية وطبعا أنت عارفة إن جسمك كله عبارة عن إيه جسم تكوين جسمه كله عبارة عن بروتين نمو أعضاء الجسم النمو تعويض أنسجة تلفة حتى الإنزيم والهرمون دي مواد بروتينية إذن الريبوسومات لها دور عظيم جدا في جسم الكائن الحي في صفة عامة ليه؟ لأنها مصانع تخليق البروتين مسؤولة عن تكوين جميع أنواع البروتينات لو كانت بروتينات نمو يعني بروتينها عشان أكبر أو عشان أعوض أنسجة تلفة أو بروتينات لها وظائف في خلايا الكائنات الحية زي الإنزيمات وزي الهرمونات يبقى قلنا السؤالين بتوع الليسوسومات والريبوسوم في سؤال تاني طالب بيقول لنا اللي هو محمد عصام بيحتوي الكابت على جليكوجين دائما وطالب أن نشرح الباب الثالث الباب الثالث هنبدأ في الحلقة القادمة طيب أنت قلت يا محمد يحتوي الكابت على جليكوجين دائما ما فسرت ليش أو ما قلت ليش سؤال ده علل ولا فسر ولا إيه موضوعه بس أنا هقول لك حاجة الكابت ده مكان تخزين القربوهايدرات المعقدة وتخزن في أنسجة الحيوان في صورة جليكوجين هل دائما؟ أنا بخزن ممكن أكون بدأت تستهلكه ممكن يكون موجود بكيميات كبيرة ممكن بكيميات قولي إيلا ممكن يقل قوي ممكن ينا عدم لكن غالبا بيكون فيه طبعا جليكوجين لكن ده مسؤول أو وظفته معايا هنا تخزينية تخزين بالقربوهايدرات المعقدة وقت ما الجسم يحتاجه يبدأ إيه؟ يستهلكه وخزن غيره واستهلكه وهكذا فيه سؤال تاني جلنا من مونة محمد مونة سؤالها على الباب الأولاني بس برضو هنجاوبه لها بتقول قارن بين سكر العنب وسكر الأصب والنشا من حيث عدد الجزئات وسرعة الحصول على الطاقة طيب أنت جبتي ثلاثة أنواع من السكر يا مونة سكر العنب سكر أصب نشا سكر العنب ده سكر إيه؟ ده سكر أحادي طب سكر الأصب اللي هو الساكروز هو بس مجرد لعبة بالكلام سكر العنب أنا عارفة أن المقصود به سكر الجلوكوز يعني سكر أحادي طب سكر الأصب المقصود به سكر الساكروز يعني سكر التحلية اللي تستخدميه في بيتك فشان تعملي الشاو والقهوة يبقى ده سكر إيه؟ سنائي وطالب كمان النشا طب النشا ده إيه؟ ده عديد التسكر ده معقد أنت بتكلم عن الثلاث حلات يبقى سكر العنب جلوكوز أحادي سكر الأصب الساكروز ده سنائي وسكر النشا ده سكر معقد آدي عدد الجزئات أحادي يعني جزء واحد بتكون من اتحاد جزئين من السكريات الأحدية والعديد يعني ثلاثة فيما فوق ده عديد التسكر طالب كمان سرعة الحصول على الطاقة يمكن السؤال ده بيبانى على الاستنتاج شوية أو على فهمة للمعلومة يعني إيه سرعة الحصول على الطاقة؟ الجسم لم يلجأ إلى الطاقة هياخدها من مين؟ تفتكر هياخدها من النشا أو من الجليكوجين؟ أكيد لا ده مخزون هياخدها من سكر الساكروز سكر الأصب؟ برضو لا هيلجأ الجسم للطاقة من خلال إيه؟ السكر الأحادي لأن هو اللي الدم يقدر يحمله لأن هو اللي بيحصل تفاعلات احتراقه وأكسدته مع الأكسوجين داخل الميتوكنديريا أو الميتوكنديريا في خلايا الكائن الحي يبقى لما أجل أحصل على الطاقة أخدها من مين الأول؟ من الأحادي طب لو مش موجود الأحادي والمتوفر سنائي أحوله إلى أحادي ما ينفعش ما ينفعش إن أنا أقصر السكر السنائي وهنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم مرة تانية ونكمل سؤال مونة مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية وبنكمل سؤال مونة اللي إحنا كنا بنقارن بين سكر الأحادي والسنائي والعديد من حيث عدد الجزئات وفمناها وكنا بنتكلم عن سرعة الحصول على الطاقة أكيد لو سكر أحادي يبقى الطاقة هوصل لها بشكل أسرع لإني هحرق مباشرة داخل الميتوكنديريا أو هأكسد مباشرة داخل الميتوكنديريا عشان أحصل على طاقة لكن أكيد لو سكر سنائي هياخد وقت أطول لإني لازم أحوله من سنائي إلى أحادي لإني اتفقنا إن السكر أحادي هو مصدر الحصول على الطاقة يبقى هاخد وقت أطول عشان أحصل منه على الطاقة ضيف معايا الوقت اللي أنا أحوله إلى سكر أحادي طب ولو عديد هاخد وقت أكيد أطول لإني العديد لازم أحوله لسنائي والسنائي لأحادي يبقى أنا أخدت فترة أطول عشان أحوله إلى سكر أحادي برضو عشان أحصل منه على الطاقة بشكل مباشر وكده نكون جاوبنا الأسئلة اللي جات لنا خلال مواقع التواصل وموقع مدرسة على الهواء ونبدأ نشوف الأسئلة اللي إحنا مجهزينها لكم وإحنا منتظرين تلفوناتكو على رقم القناة 0 2 25 75 61 87 هقولوا تاني 0 2 25 75 61 87 في انتظار تلفوناتكو كل ما يخص الباب ده إحنا معاكم النهاردة عشان من الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ باب توارث الصفات بين الكائنات الحالي تعالوا بقى نشوف الأسئلة اللي إحنا مجهزينها لكم على قدر المستطاع حاولنا إن إحنا نجيب لكم أسئلة بتشمل جميع المجالات عايزة أجيب كل حاجة تخص الخلية علشان تبقى أنت متطمن للباب ده لأنه فعلا من أتقل أو أكبر الأبواب اللي معانا هنشوف أول سؤال طبعا دايما بنبدأ بأول نوع من الأسئلة اللي هو اكتب المصطلح العلمي المناسب يبقى أول سؤال هنكتب المصطلح العلمي طيب نشوف أول سؤال هيقول لنا إيه عدسات تستخدم في تكبير الأشياء إلى حد يصل إلى مليون مرة من حجمها الأصلي أكيد أغلبنا هنتغرهم أم أيلين دي الميكروسكوب الألكتروني هو عايز العدسات وليس الجهاز عدسات تستخدم في تكبير الأشياء إلى حد يصل مليون مرة أنا عرفت خلاص أنه الألكتروني مين العدسة اللي بتستخدمها في تركيب الميجار ده طبعا يبقى أكيد العدسات إيه القهرومغناطيسية لو كانت بستخدمها في التركيب المجهر الضوئي كنت قلت زوجة جاية طيب نشوف السؤال اللي وراه تركيب في الخلية يمنع انتشار البروتوبلازم خارج الخلية إيه المعني بكلمة البروتوبلازم السيتوبلازم بما يحتويه من عديات وطبعا النواة السيتوبلازم بما يحتويه من عديات ومعايا النواة أكيد طيب إيه التركيب اللي بيمنع انتشاره إيه اللي حميه وبينع انتشاره من الداخل إلى الخارج إيه وعي تقول الجدار ده إحنا اتفقنا الجدار ده مسقب ومحب للمية يبقى مين أكيد طبعا الغشاء البلازمي يبقى الغشاء البلازمي بيفصل بين محتويات الخلية يعني البروتوبلازم والوسط الخارجي وبيحمي من دخول أو خروج أي مادة طيب ننتقل للفقرة اللي وراه تركيب خلوية مسؤولة عن بناء البروتين مين اللي مسؤول ان انا ابني به بروتين طبعا الريبوسوم الريبوسوم طب ما تيجي نحول كده نفتقر الحاجات اللي فيها سينات اللي بسبب لنا مشاكل دي عندي كام حاجة فيها سين تعال اخدها كده معايا بالترتيب علشان ما ننساش حاجة لما جدنا تكلمنا عن الجدار الخلوي وتكلمنا عن الغشاء البلازمي وتكلمت عن السيتوبلازم والنواة جيت عندي نواة وقلت ان انا عندي الكروموسوم وده عبارة عن كروماتيدان متصلين بجسم ماد يسمى ايوة اكيد كلنا قلناه اللي هو السنترومير يبقى دي اول حاجة قبلت نفاسي السنترومير طيب والجسم المركزي نفسه كان اسمه ايه كان اسمه سنتروسوم يبقى السنترومير اللي بيربط بين الكروماتيدان والسنتروسوم ده الجسم المركزي طيب بعد كده دخلت جوه السيتوبلازم ولقيت في عندي عدية اسمها الريبوسوم مصانع تخليق البروتين الريبوسوم مصانع تخليق البروتين طب ايه تاني لقيت في حاجة تانية اسمها اللايسوسوم اللايسوسوم دي اللي فيها انزيمات هادمة في حاجة كمان عندي اسمها السنتريول طب ما تيجي نكتب كلمة كلمة قدام كل واحد السنترومير ده بيعمل على ايه ده بيعمل على ربط الكروماتيدان بيربط الكروماتيدان طب امال السنتروسوم ده ايه هو نفسه الجسم المركزي امالي ريبوسوم ده مين ده المسؤول عن تخليق البروتين انا بفكر نفسه عشان هو انا بذاكر امال مين اللايسوسوم ده اللي فيه انزيمات هادمة امال مين السنتريول هو نفسه الجسم المركزي ونشوف مريم من انا ونرجع مرة تانية ايوة مريم ازايك مريم عاملة ايه الصديقة دائمة للبرنامج يا مريم متفضل يا مريم لو عندك اي سؤال انا معاك انا عايزة اشارك عايزة ايه اشارك تشاركي يا ريت يعني اقرالك السؤال وانتي الجاوبي اه طيب تمام طيب معنا سؤالة هو يا مريم بيقول تراكيب خلوية مسؤولة عن بناء البروتين طيب نجيب لها كده الصورة تراكيب خلوية مسؤولة عن بناء البروتين شفتيها الريب صومات الريب صومات برافو عليك تاخدي سؤال كمان نتأكد من اجابتك الريب صوم صحة هو نشوف سؤال كمان نسيج ينقل الغذاء المهضوم والغازات والمواد الاخراجية ركز يا مريم انا عايزة اسم النسيج اللي بينقل الغذاء المهضوم والغازات والمواد الاخراجية نسيج نسيج الحرشوفي لا انا عندي الحرشوفي عندي انهي حرشوفي عايزة تتكلم عن الطلاقي ولا انهي نوع طلاقي حرشوفي اصلي الحرشوفي موجود معاك في المصفف برض جواب نهائي طب تبصي معنا الاجابة تطلع لك ايه شوفي معنا كده النسيج الضام الوعائي عارفة لي يا مريم لان دي نسيج الضام الوعائي يعني اصد الدم واللمف والدم هو المسؤول عن نقل الغذاء المهضومة فاكرة ما عادنا نقول الجوليكوس بيحملوا الدم طبعا بيحمل فيه بلازمة دم طب والغازات كرات الدم الحمراء مسؤول عن نقلها والمواد الاخراجية جزالك البلازمة يبقى النسيج الضام الوعائي اللي مقصود ده الدم او اللمف ده النسيج المسؤول عن نقل الغذاء تعبت يا مريم ولا تاخذي واحد كمان؟ نا خلال شكرا مرسي يا مريم على اتصالك طمينين الاحياء اخبارها ايه معاك؟ ماشي يا مريم قطع اتصال مرسي جدا لسؤال مريم او مشاركتها معنا يا ريت الكل يعمل زيها فرصة ان احنا النهاردة بنراجع الباب ده نشوف السؤال اللي وراه بيقول خيوط دقيقة متشبكة وملتفة حول بعضها تتحول اسناء الانقسام الخلوي الى كروموسومات باينت كده كلمة الاخيرة وضحت للسؤال يطرى من الخيوط اللي هتلتفة حول بعضها جوه الخلية لكن ساعة الانقسام تبقى كروموسوم اكيد طبعا ده الكروماتين ولو قلنا الشبكة الكروماتينية برضو صح طيب نشوف سؤال كمان بروتينات يلتفة حولها الحمد الناوي الـ DNA مهمة اوي اوي يا جماعة السؤال ده بروتين بيلتفة حولها الحمد الناوي الـ DNA يمكن مسكورة في كتاب في وسط السطر لكن موضع سؤال يطرى دي ان ايه علشان يتكسف وياخد حيز قليل ويعرف يدخل جوه النواة او يدخل في الحيز اللي عشر مكانه جوه النواة كمان بيلتفة حولين ايه علشان يتكسف كده حول بروتينات اسمها ايه هستونية او بروتينات الهستون مهمة اوي اوي اسم البروتين ده بروتين الهستون بروتينات تلتفة حولها حلقات الـ DNA نشوف الاجابة معنا يبقى البروتين ده هي البروتينات الهستونية المسؤول عن التفاف حلقات الـ DNA طيب بص السؤال ده جميل نسيج حي خلي بالك حي لين في كلمتين هنا ركز فيهم عايز اتعلم انا راجل ان شاء الله هبقى علمي نسيج حي لين خليا مغلزة بمادة السيلوز ادلك مفتاح اجابة تحتها نسيج حي لين وخليا مغلزة بالسيلوز يا ترى مين اللي يعرف يجيب السؤال ده مين النسيج الحي احنا خدنا فيه انسيجة ميتة وخدنا فيه نسيج حي انا عايزة النسيج الحي ولين مين اللي هنا بيترصب عنده الزوايا اللي هي مادة السيلوز اللي بتكسبه الليونة ده ها فاكريني التلات كلمات اللي حفظناهم تعالنا نشوف الاجابة ايه اكيد النسيج طبعا الكولانشيمي مانا لكل نوع من انواع الانسيجة حفصوله كلمات لما قلتلك البارانشيمي الناس اللي قالت لعيد الجزئية دي البارانشيمي بناء ضوء تخزين تهوية ده شغله طب الكولانشيمي سيلوز تدعيم وليونة اهو قالك ليونة وطبعا هو حي لان البروتوبلاز موجود طب الاسكالرانشيمي لجنين صلابة ومرونة يبقى انا ميزت كل حاجة او كل نوع نسيج بحاجة معانا بولا من المنوفية نسمع بولا ونرجع لأسئلتنا مرة تانية ايوة يا بولا هلو ازايك يا بولا اخبار الاحياء معاك ايه الحمد لله يعني الدنيا كويسة لغاية دلوقتي اي يا مساهل يا رب لو عندك سؤال يا بولا ولا عايز شارك عايز شارك طب جميل حلو قوي طيب نشوف يا بولا السؤال اللي عليه الدور ايه جدر مسقبة يمر من خلالها السيتبلازم في شكل خيوط في انابيب اللحاء ما تستعجلش يا بولا انا عايز اسم الجدر وليست الخلية نفسها جدر مسقبة يمر من خلالها السيتبلازم في شكل خيوط في انابيب اللحاء ها يا ريت وطي التلفزيون وطي التلفزيون واسمعني من واسمعني هنا كده علشان من التلفون علشان تقدر تتواصل معايا الانبيب الغربلية او انت وقعت في نفس المطاب احنا عايزين اسم الجدر بصي بقى الاجابة الصفائح الغربلية ايوا كده لحقت نفسك ويا بتطلع الصفائح لانه عايز اسم الجدر وليست الخلية يبقى انا بحاول اركز فيك ايه او فينا كلنا ايه ان انت لازم تقرأ السؤال كويس وخلي بالك من كل مش هقولك كلمة حرف ممكن حرف يقلبلك معنا الجملة كلها معنا سؤال كمان يا بولا انسجة متخصصة في نقل المواد الكاربوهايدراتية عالية الطاقة الى جميع اجزاء النبات حلو السؤال ده سهل انسجة مسؤولة انها تنقل الكاربوهايدرات عالية الطاقة الى جميع اجزاء النبات اتضم الهيكاني لا خلي بالك انا بقول نبات يتضم الهيكاني ده تبع الحيوان انا عايز اعرفه لك تاني انسجة متخصصة في نقل المواد الكاربوهايدراتية عالية الطاقة الى جميع اجزاء النبات الانسجة النباتية ايوة انهي نوع من انواع الانسجة النباتية ما انا خدت بسيط وخدت له ثلاث انواع وخدت مركب وخدت له نوعين هو انهي نوع من اللي بينقل الغذاء فاكر يا بولا فيه اسانسير طالع واسانسير ناس الانسجة المسيطة الانسجة لا دي الانسجة نسيج المركب وبالذات اللحاء انا عندي نسجين توصليين يا بولا نسيج اللحاء مسؤول عن نقل المواد الغذائية زي الكاربوهايدرات عالية الطاقة من الورقة الى جميع اجزاء النبات نسيج الخشب مسؤول عن نقل المياه والاملاح من الجزء للساق للأوراق افتكرها كده اللي طالع خشب اللي بياخد الغذاء وهينزل بيه وزعوا اللحاء يبقى سؤالنا ده كان ايه اللحاء بتزعالش احنا بنتعلم احنا بنتدرب على شكل اسئلة ايه خلاص بنشوف السؤال اللي بعده خلايا حية تزود الانبيب الغربالية بالطاقة اللازمة للقيام بوظفتها خلايا حية تزود الانبيب الغربالية بالطاقة اللازمة للقيام بوظفتها يا طرح هتكون اجابته ايه الخلايا المرافقة الخلايا المرافقة كده تمام ومرسي يا بولا لمشاركتك معانا ومنتظرينك في حلقات قادمة ان شاء الله نكمل بقية الاسئلة اللي معانا سؤال اللي بعد كده برضو احنا تابع المصطلح لسه قنيبيبات غشائية دقيقة يقصر وجودها في الكبد احنا محددين ان القنيبيبة دي غشائية وموجودة في الكبد فكر معايا مين القنيبيبات الغشائية اللي موجودة في الكبد وقنيبيبات طبعا اكيد اغلبنا عرفناها شبكة اندبلازمية ولازم اقول نوعها ايه الملساء الشبكة الاندبلازمية الملساء طيب سؤال تاني اكثر انواع الانسجة انتشارا حيث تربط انسجة واعضاء الجسم ببعضها الناس اللي ذكرت بنفس اسلوب اللي احنا بنقوله الانسج اللي بيعمل ضم وربط انا قلتلك الطلاقي يغطي ويبطن الضم ضم وربط العضلي انكباد وانبساط العصبي توسيل سيالات طبعا انا بقولك بيعمل رفط وضم خلاص بانت اكيد ده النسيج الايه طبعا اكيد النسيج الضم وخاصة الضم الاصيل الضم الاصيل تمام هننتقل لسؤال تاني بس الاول نسبع بسمة معانا بسمة من الوحات اهلا وسهلا يا بسمة ازاي حدثك يا مان ازاي كنت يا بسمة عاملة ايه اخمار الاحياء معاك ايه الدنيا كويسة اه دينا كويسة كنا في امتحان كمان الحمد لله بجد افلتي برضو زي الناس اللي افلت اه الحمد لله الحمد لله يا رب كده نسمع مع نهاية الترم ان شاء الله افلنا برضو في امتحان الترم واتكلمونا في الترمي التاني تفرحونا معاك سؤال يا بسمة ولا هتشاركي لا هتشاركي طب تمام بسمة هتشارك احنا هنبدأ نوع تاني ان الاسئلة بسمة اسمه اختر اجابة صحيحة من بين الاقواس تمام شوفي سؤالك هيقول ايه اي العديات التالية اقل تأثرا عند التعرض لاحد مزيبات الدهون اختياراتنا فكر يا بسمة وقالنا اي العديات اقل تأثرا عند التعرض لاحد مزيبات الدهون اه كده عدية ملاهجة عبدهون البلاستيدات البلاستيدات اخر الكلام الجواب نهاي اي طب شوفي كده الاجابة الريبوسوم عارفة ليه لان الريبوسوم ما صنع تخليك البروتين بس كده ملاهجة عبدهون يبقى حتى لو تعرضت لأحد مزيبات الدهون هي ما عندهاش دهون عشان تتأثر بيها لان هي اساسا كل تكونها ايه بروتينات تاخدي سؤال كمان وبس ماشي المسؤول عن تكوين خيوط المغزل اثناء الانقسام الخلية النباتية ركزي احنا قلنا ممكن سؤال يفسر الدنيا اختياراتنا السنتريول السنتروسوم الريبوسوم السايتوبلاز السايتوبلاز برافو عليك خدت بالك هايلا لانه قال لي في الخليل ايه النباتية الله ينور عليك برافو عليك وبعدين اساسا السنتريول والسنتروسوم ما هو ما حاجة واحد بس يعني السنتروسوم عبارة عن سنتريولان هو هنا جابها مفردة بلاخباتك شوية بس احنا لقطناه الله ينور عليك يا باسما مرسيل اتصالك واحنا سعداء بك جدا جدا ونقابل في حلقات تانية ان شاء الله نكمل بقية اسئلتنا طبعا زي ما بس ما قالت السايتوبلاز سؤال الثالث من عديات الخلية التي يعتمد عملها على وجود حويسلات ناقلة واخرى افرازية من عديات الخلية التي يعتمد عملها على وجود حويسلات ناقلة واخرى افرازية اختياراتنا بتقول الريبوسومات اللايسوسوم الشبكة الاندوبلازمية جسم جولجي ياريت نكون وصلنا لإجابة طب تعال نشوفها سوا كده جسم جولجي ليه؟ السؤال لي افراز واجسام جولجي هي المسؤول عن الافراز في الخلية نشوف سؤال كمان النسيج الذي يوجد في أدمة الجلد هو نسيج دام واختياراتنا خلي بالنا دا الأدمة هل يطرى هيكلي ولا وعائي ولا غدروفي ولا أصيل النسيج الموجود في أدمة الجلد اللي بيعمل على ربط الجلد بيه اللحم وبقية أنسجة الجسم يطرى يطرى مين؟ أكيد طبعا النسيج الدام الأصيل دام أصيل طيب نشوف السؤال اللي وراء عدي مفرد عديات عدي يكسر وجوده في خلايا بطانة المعدة والغدد الصماء شوف قال لك إيه؟ معدى وغدد نشوف اختياراتنا الجسم المركزي الشبكة الإندبلازمية الملساء النواة الشبكة الإندبلازمية الخشنة أكيد أنا عارفة أنا متأكدة أن كل عارفها طالما معدى وغدد يبقى أكيد دي الشبكة الإندبلازمية الخشنة أصل طالما خشنة يبقى فيها على سطحها ريبوسوم سؤال ستة خلية حية حية في بيئتها لا تحتوي على أكسوجين الخلية دي حية يعني عضياتها كلها تمام والنواة تعمل بكفاءة لكن البيئة بتاعتها نفعش أكسوجين أي العضيات التالية تغيب عن هذه الخلية تشوف أسماء العضيات الميتوكنديريا النواة الريبوسوم الغشاء البلازمية تفتكر يعرفش الشغل في وجود الأكسوجين فلو موجود أكسوجين هي موجودة مش موجود أكسوجين مش موجودة يا ترى مين ها؟ أكيد طبعا متوكنديريا ليه؟ لأن في ناس مش مقتنعة لأن الميتوكنديريا هي محطة انطلاق الطاقة هي اللي بيحصل فيها احتراق المواد الغذائية في وجود الأكسوجين لتنطلق الطاقة يبقى لازم أكسوجين عشان تشتغل ده عملها ما عنديش أكسوجين مش هلا إيه؟ يبقى الميتوكنديريا محطة انطلاق الطاقة لازم تتوفر معي علشان أقدر أحصل على الطاقة ويتم التفاعل نشوف محمد معانا محمد من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام زاكي محمد أخبارك الحمد لله قوي ها قفلت في ابتحان الشاه ها الحمد لله بتضحك علي لا يعني قفل ها الحمد لله عندك سؤال ولا هتشارك لا عادي أشارك هتشارك تمام حلو التفاعل ده جميل قوي أنا مبسطة جدا من مشاركاتكم النهاردة لأنتم كده هتخلونا عمل أباب كلها مراجعات بقى مش هنجح ندي كلهم راجعات السؤال بتاعك بيقول أين مما يلي أو أين مما يأتي يحتوي على نواة ماشي ممكن بس تشوف أهو القصيبات السؤال جالك أهو أين مما يأتي يحتوي على نواة القصيبات الأنابيب الغربالية الأوعية الخلايا المرافقة برافو عليك لأن الخلايا المرافقة هي اللي بتند بتنظم نعمات الحاوية داخل النسيج الخشب جميل لا مش الخشب بقى داخل الأنابيب الغربالية أو في اللحاء لأن هي من ضمن تركيب اللحاء ناخد واحد كمان وبس تعتبر عضلات الجزعة عضلات مخططة إرادية مخططة لا إرادية مخططة إرادية مخططة إرادية لأ ده انت جدع بقى محمد طب تاخد واحد كمان هي فعلا مخططة إرادية والحانة قبل ما نتكلم لأنها عضلات طبعا بيتحكم في تحريكها الإنسان آخر سؤال لمحمد النسيج المبطن للأمعاء الدقيقة هو نسيج اختياراتك أمعاء دقيقة حرشفي بسيط مكعبي بسيط حرشفي مصفف عمادي بسيط فكلا معادي نقولها بالحروف بربو عليكها لا أنت كده أنا سباك أنك قفلت يا محمد الله ينور عليك يا محمد برسي جدا لاتصالك وأنا سعيدة جدا بمشاركتك معنا النهار درسي يا محمد نكمل بيت أسئلتنا طبعا هو عمادي فعلا لأن احنا عبنا نقولها نجيبها بالحروف حرشفي يبقى حويصلها وتشعيرات ومعدة وأمعاء يبقى العمادي والمكعبي في قنيبة باتي كلية طيب نشوف السؤال التاني النسيج الذي يقوم بإفراز المخاط كما في القناة الهضمية والقصبة الهوائية هو النسيج نشوف اختياراتنا ضم عضلي عصبي طلائي بيفرز المخاط أكيد أغلبنا عرفه اطلاقي اطلاقي هو المسؤول عن فرز المخاط في قناة الهضمية والقصبة الهوائية هننتقل لنوع تاني من الأسئلة بيقول علل لما يأتي السؤال بيقول الغشاء البلازمي متماسك دي أواحدة الغشاء البلازمي نشوف السؤال اللي فات طب خلاص هو مش عاوز ييجي نشوف التاني يكسر تواجد الميتوكنديريا في العضلات يكسر تواجد الميتوكنديريا في العضلات لو خدت وقالكم من الكلام اللي قولنا النهاردة هنعرف ليه يكسر تواجد الميتوكنديريا في العضلات ها نشوف اجابته عشان الميتوكنديريا دي محطة توليد الطاقة هي اللي فيها انزيمات التنفس وهي اللي فيها الاتبي او مستوضع على تخزين الاتبي هيتم فيها احتراق الغزة في وجود الاكسوجين للحصول على الطاقة وفرصة لما جت لنا الميتوكنديريا ان احنا نرسمها لان انت قلتوا برضو الرسومات بتاعت الباب فلو جت لنا في اي سؤال رسمة احنا مطالبين بيها هنرسمها مع بعض ايه هي رسمة الميتوكنديريا امشي معايا كده واحدة واحدة هعمل الشكل بتاعي اللي هو الشكل البيضاوي هنعمل الشكل البيضاوي كده والشكل البيضاوي طبعا انا بتكلم عن غشاءين غشاء خارجي وغشاء داخلي طب نسمع مين معنا اسلام 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 معنا ونكمل الرسمة مرة تانية ايوة اسلام اسلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا اسلام اخبارك الحمد لله عامل ايه في الاحياء الحمد لله تمام بالامانة كده جبت كم في متحان الشهر عشر من عشرة بجد مقفله يعني يا مسار يا رب دايما في تقدم وتفوق ونشوفك كده تبقى طبيب ان شاء الله في سؤال ولا هتشارك لكن في سؤال اتفضل ماذا يحدث في الحالة الاتية طب لحظة عشان اكتب وراك ماذا يحدث في الحالة الاتية ماذا يحدث في الحالة الاتية ها عدم وجود اعراف عدم انا كنت لسه هرسل الميتوكندرية بقى عرافها عدم وجود اعراف في تركيب الميتوكندرية في تركيب الميتوكندرية الميتوكندرية تمام بس كده في سؤال تاني؟ لا شكرا طيب هو بيقول لك إيه اللي يحصل لو أنا ما عنديش أعراف ما أنا لازم أعرف وظيفة الأعراف دي إيه؟ الأعراف دي عبارة عن سنيات في الغشاء الداخلي للميتوكنديريا وظيفتها هيحصل فيها التفاعلات تفاعل الاحتراق اللي بيتم بين الجولوكوز وبين الأكسوجين بيتم على السطح الداخلي طبعا إن شاء الله لما تطلع سنة تانية إن شاء الله الموضوع أوسع من كده بس مؤقتا هعرف إن بيزيد مساحة السطح عشان يزيد معاه التفاعل لأن أكتر مرحلة في التفاعل بتتم على السطح ده يبقى إيه اللي يحصل لو أنا ما عنديش الأعراف لن تتم تفاعلات الاحتراق بين المادة الغذائية أو الجولوكوز والأكسوجين وبالتالي لن يتولد الطاقة فبالتالي تفقد الخليطة قطع يفقد الكائن الحي ده حياته شفت أنا جبت الموضوع تسعودي بالذات يا إسلام أسئلة ماذا يحدث لازم تجاوبها تسعودي يعني هو قالك مفيش أعراف شوف الأعراف دي وظفتها إيه وإيه اللي هيحصل لما العرف ده يكون مش موجود إيه هيترتب على غياب هذا الجزء وما يترتب عليها وخدتها توالي فقلت إيه لن تتم تفاعلات الاحتراق بين السكر الأحادي أو المواد الغذائية والأكسوجين وبالتالي هكملها لن تنطلق الطاقة وبالتالي هتفقد الخليطة قطعها وبالتالي هيفقد الكأن الحي ممكن تقطعه وممكن حياته لو جميع خليات توقفت عن هذا عندك سؤال تاني لا لا شوف تحب تشارك يا إسلام دمام طيب شوف لك سؤال بقى نشوف السؤال اللي نصيب إسلام العضلة قلبية إسلام تجمع في خواصها بين الملساء والهيكلية وده سؤال علل العضلة قلبية تجمع في خواصها بين الملساء والهيكلية عيد أسمعك لأنها تربط بين العضلات القلبية تمام أجواب لك أنا معنى كلمة إنها تجمع في خواصها وبين الملساء والهيكلية يبقى هي فيها خاصية زي الملساء وفيها خاصية زي الهيكلية معاي إسلام تمام تمام ما هي شبه الملساء في إيه هل تقدر تتحكم في حركة عضلات قلبك أو ضربات قلبك لا لا هي لا لا إرادية هي لا إرادية يبقى شبه الملساء في لا إرادية تعرف إن ده إسلام الحمد لله الحمد لله من نعم ربنا علينا لأن لو عضلة القلب عضلة إرادية يبقى إن شاء الله ما يجي للونام هتتوقف عضلة القلب صح؟ لأن المخ متوقف فالحمد لله إنها عضلة لا إرادية طيب تشبه الهيكلية في إيه إسلام لأنها مخططة برافو عليك قديك عرفت الإجاب يبقى شبه الهيكلية في إنها مخططة وشبه الملساء في إنها عضلة لا إرادية في إسلام لمشاركتك ومنتظرين تلفوناتك في حلقات قادمة إن شاء الله هنكمل الرسمة اللي إحنا كنا بدأناها كنت بدأت أرسم الميتو كندريا عملت الشكل البيضاوي أو الدائري وكنت بدأت أعمل الأعراف بص أنا بعمل إيه؟ تانيات تانيات آدي تانية وآدي تانية وهكذا عملت أعراف أحط بيانات لأن جزء كبير من الدرجة بيكون في البيانات ده اسمه غشاء خارجي طب هنا غشاء داخلي والتانيات دي يشور على أي تانية منها وأقول عليها أعراف يبقى ده شكل الميتو كندريا نرجع مرة تانية للأسئلة اللي إحنا كنا بنتناولها خلاص إسلام جوابنا على عضلة قلبية في سؤال بيقول يزداد وجود اللايسوسومات في خلايا الدم البيضاء كنا جاوبنا السؤال أو شبيه به في بداية الحلقة لطلبتنا العزيزة مونة وقلنا أن اللايسوسوم زاد في كرات دم البيضاء لأول حاجة هقولها إيه بقى لاحتواء على إنزيمات هادمة بس ده قال لي كرات دم البيضاء يبقى تهدم جميع أنواع الميكروبات والفيروسات والكائنات الغريبة يبقى لازم أقول كلمة إنزيم هادم وطالما في كرات الدم البيضاء بقى بيعمل إيه؟ بيهدم جميع أنواع الميكروبات أو الأجسام الغريبة على الخلية أو على الجسم نشوف سؤال تاني علل وجود أعراف قدينة قلناها بقى يبقى الأعراف وظيفتها إيه لما قلناها مع إسلام الأعراف بتزيد مساحة السطح المعرض للتفاعلات الكيميائية يبقى وجود أعراف ليه؟ لأن الأعراف زيادة مساحة السطح الداخلي إلا تحدث عليه التفاعلات الكيميائية إلا هتحصل عشان يحصل الجسم منها على الطاقة طيب شوف السؤال ده مهم يطلق على النسيج الكولانشيمي نسيج لين بينما الإسكالرانشيمي بالنسيج الصلب عندي نسيج لين ونسيج صلب لو حفظنا بطريقتنا هعرف أفهم النسيج اللين مين اللي كان عنده السيلولوز ويديه تدعيم وليونة طب نشوف الإجابة لأن النسيج الكولانشيمي مغلص عند الأركان بمادة السيلولوز التي تكسبه الدعامة والليونة بينما الإسكالرانشيمي جدره مغلصة بالليجنين طبعا الليجنين بيكسب الصلابة والمرونة يبقى أنا حافظ بقى إن اللين ده سيلولوز تدعيم وليونة الليجنين صلابة والمرونة قال لي لين هتلاقينا قلت سيلولوز على طول قال لي صلابة يبقى الليجنين على طول يبقى اللي هيقدر يحدد معنا النقط اللي احنا بنقولها دي وبنركز عليها الموضوع بالنسبة له هيبقى الباب كده أعتقد أغلبه تلم معنا سؤال تاني بيقول العزام أكثر سلابة من الغضاريف أكيد ليه العزم صلب الطفل الصغير ربنا أمر إن احنا نسقي لبن ليه عشان يعمل إيه لأنه جسمه بيكون عزامه لينة لسه بيبدأ يترسب مين اللي موجود في اللبن طبعا كالسيوم هيبدأ يترسب الكالسيوم على الخلايا وعلى المادة بين الخلوية أو بين الخلالية وتتحول إلى عزام أكثر صلابة يبقى العزام أكثر صلابة من الغضاريف ليه إجابته بقى لو هنقراه سوا لأن نسيج العزام زو مادة بين خلوية صلبة وده بيرجع لترسيب أملاحك كالسيوم عليها وده بيجعلها أكثر صلابة يبقى لترسيب أملاحك كالسيوم على الخلايا والمادة البين خلوية سؤال تامن بيقول تختلف بشرة الجلد عن الطبقة التالية لها نجيب بقى الإجابة عشان نلحق وقتنا لأن بشرة الجلد ده عبارة عن نسيج طلاقي مركب وهو حرشفي مصفف بينما الأدم طبعا نسيج ضام أصيل يبقى الأدمة ضام أصيل ينبض القلب بصورة متزنة كوحدة وظيفية واحدة السؤال ده ممكن يجيني بأكتر من شكل ينبض القلب بصورة متزنة كوحدة وظيفية واحدة ده بيرجع لإيه؟ ده بيرجع لوجود الأقراص البينية نشوف الإجابة سوا هيرجع لوجود الأقراص البينية اللي تربط بين ألياف العضلات القلبية وممكن برضو على فكرة يجيني السؤال يقول لي اسكر مكانه وظيفة ما فيه سؤال أو ما فيه امتحان بمعنى تاني يخلو من الأقراص البينية دي سؤال عنه الأقراص البينية توجد في العضلات القلبية فقط ليه؟ فكذا لما قلنا عشان تجمع أو تعمل رفض واتصال بين ألياف العضلات القلبية فبالتالي لما يجي ينبض القلب ينبض بشكل متزن كأنه حاجة واحدة هتشوف قلبك أو أي قلب وهو بينبض تحس كأنه عضلة واحدة مع أنه عبارة عن ملايين من العضلات إيه الارتباط الشنيع اللي بينهم أو القوي ده نتيجة وجود الأقراص البينية يبقى اهتم قوي بكلمة الأقراص البينية اللي بتوجد في العضلات القلبية نشوف إيمان من سهاج وبعدين نكمل السؤال اللي بعد كده إيمان من سهاج وعليكم السلام يا إيمان إزايك أخبارك سعداء بك جدا يا إيمان النهاردة وأنا أفكر والله ربنا يخليك يا إيمان ربنا يديم المحبة يا رب ونستفاد من بعض وليلي عندك سؤال ولا تشاركي لا بس كنت عزيك تسرحي الميتو كندريا الميتو كندريا الميتو كندريا حيبتي صح كده أنا سمعتك صح أيو أيو طيب الميتو كندريا جميل الميتو كندريا هي مراكز انطلاق الطاقة أنش عارفة أن كل عضية في جسمك أو كل عضية في جسمك مسؤولة عن حاجة الميتو كندريا هي المسؤولة عن انطلاق الطاقة وأكيد تركبها بيتلقى ما عملها تركبها أنا رجعت للرسمة تاني تركبها عبارة عن غشاء خارجي وغشاء داخلي مليء بالأعراف غشاء خارجي لأنها عضيات غشائي غشاء داخلي مليء بالأعراف ليه؟ الأعراف هي السنيات في الغشاء الداخلي للميتو كندريا تزيد من مساحة السطحة بدل ما أنا أخلي الغشاء مسطح فيبقى حجم الميتو كندريا صغير أنا عايزة حجمي يبقى كبير ومع ذلك تاخد حي الصغير في السيتو بلازم مع أنها عضيها مهمة جدا فتعمل إيه؟ الأعراف عشان تزود لي مساحة السطح اللي معرض للتفاعل بمعنى هنا يدخل معاك الجلوكوز هنا يدخل معانا الأكسجين فيبدأ يتم الاحتراق بين الجلوكوز والأكسجين علشان تنطلق الطاقة اللي ممكن تخزنيها في مركب اسمه إيه؟ عضلاته يبقى أنا بتكلم عضلاتي يبقى أنا برضو بتكلم عن الميتو كندريا عشان هي اللي محتاجة طاقة ماشي يا جميل؟ ماشي خلاص اللي عافية حرب تتأمرينا في أي وقت نكمل بقية الأسئلة بتاعتنا معانا سؤال بيقول وجود خلايا مرافقة بجوار الأنابيب الغربالية في نسيج اللحاء كان معانا طالب دلوقتي وجاوب على السؤال أو جاوب على حاجة شبيهة به أصلها بتنظم العمليات الحيوية للأنبوبة الغربالية وطبعا بتمدها بالطاقة أو بالأي تي بي سؤال بيقول وجود صفائح غربالية في نسيج اللحاء ليه عندي صفيحة غربالية؟ لو تفتكروا الشكل بتاع اللحاء كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن خلاس طوانية زد جدر عرضية مسقبة الجدر دي اسمها صفيح طب ليه؟ علشان تحدد مرور السيتوبلازم المحمل بالمواد الغذئية خلالها ما ينفعش أشيلها خالص زي الخشب وإلا كان الغذاء كله نزل في الجزر وما ينفعش إن أنا أقفلها خالص باللجنين ما كنتش هارفا الغذاء يبقى أنا لازم أحط صفيحة بس مسقبة عشان تنظم المرور تحدد المرور عشان يلحق اللحاء والسيتوبلازم اللي هيمر من خلال الأنابيب الغربالية يلحق يوزع الغذاء في جميع أنحاء الغذائية يبقى ده بيحصل ليه؟ ليمر من خلالها السيتوبلازم المحمل بالمواد الغذائية على هيئة خيوط هيوصل الغذاء إلى جميع أجزاء النبات علل النسيج البارانشيمي مسؤول عن التهوية فاكريني تلات كلمات بارانشيمي بناء ضوئي تخزين تهوية وقلنا طالما تهوية يبقى أكيدا عندي مسافات بينية بين الخلايا مسؤولة عن التهوية طيب لا تتأثر الخلية بالإنزيمات اللايسوسومية ايه دي؟ أنا عارفة أن اللايسوسوم ده عبارة عن إنزيمات هادم طيب ليه الخلية مش بتتأثر بالإنزيمات الهادمة دي؟ أصلاها محموسة جوه ايه؟ الغشاء ما أنا عارفة أن اللايسوسوم ده عضية غشائية وبالتالي الإنزيم الهادم موجود جوه الغشاء ده فحامي الغشاء ده أو بيفصل بين محتويات اللايسوسوم والسيتوبلازم طيب أنا ممكن يجيني هنا سؤال عكسي يقول لي ماذا يحدث؟ إذا تخلصنا من غشاء اللايسوسوم أو حصل تهدم لغشاء اللايسوسوم آه دي مشكلة كبيرة هتتحرر إنزيمات الهادمة فتهدم جميع محتويات الخلية هتؤدي إلى هلاك هذه الخلية يبقى طبعا لأن الأنزيمات دي محاطة بغشاء بيفصلها عن محتويات الخلية يستطيع النسيج الضم الأصيل العودة إلى وضعه الأول بعد أي تغير يطرق عليه أنا طبعا أنا أصدت أن أنا فعلل أجيب أسئلة أكتر شوية لأنها لاحظت أن معقدة أغلب الطلبة علل لأنها تبقى محتاجة كلام أكتر للنسيج الضم الأصيل يقدر يرجع لمكانه الأول بعد أي تغير يطرق عليه أصل النسيج ده بيجمع بين درجة متوسطة من الصلابة وعاليا من المرونة فبالتالي يقدر يرجع إلى وضعه الأول بعد أي تغير يطرق عليه تعال أجرب كده اعمل إيدك كده شد جلبك إيه اللي حصل هتبص لقى رجع تاني في سرعة طب ما أنا عملت إيه كده أنا قدتوا تغير معينة لكن رجع تاني في سرعة ليه؟ أصل النسيج الضم اللي بيربط الجلد بأنسجة الجسم واللحم بيجمع بين درجة متوسطة في الصلابة وعاليا من المرونة فقدر يرجع إلى وضعه الأول بعد أي تغير ترق عليه طيب هننتقل لشكل تاني من الأسئلة اسمه اذكر مثال لكلا من اذكر مثال لكلا من نشوف إيه الأسئلة نسيج نباتي بسيط ها؟ أنا عندي ثلاث أمثلة للنباتي البسيط البارانشيمي الكولانشيمي وكمان الإسكالورانشيمي ما هو برضو نسيج بسيط طيب مركب خدت له اتنين اللي هما الخشب واللحاء اللي اتنين أنسجة مركبة ليه؟ لأنها بتتكور من أكتر من نوع من الخلايا نسيج إطلاقي مكعبي بسيط ها؟ فاكرنا ما عادنا أقولني جيبها بالحروف مكعبي بسيط مين اللي مكعبي؟ مين اللي عنده حرف الكاف؟ مين اللي واخد شكل مكعبات؟ قنيبي بات القلية يبقى مكعبي موجود في قنيبي بات القلية طيب عايز نسيج إطلاقي بسيط حرشوفي محدد نسيج إطلاقي بسيط حرشوفي مين دا يا ترى؟ النسيج اللي موجود في الحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية فاكرين؟ نسيج لما عادنا نقول حرشوفي حهوشين حويصلات وشعيرات يبقى دا النسيج اللي موجود في الحويصلات والشعيرات طيب المرات دا عايز نسيج ضم أصيل ها؟ يا ترى مين النسيج الضم الأصيل اللي احنا أخدناه؟ أكيد الضم الأصيل دا المصاريقة اللي بيربط بين التوقات اللفقية وبعضها اللي بيربط بين الجلد وبين أنسيجة الجسم المختلفة طيب والوعائي يعني إيه وعائي؟ أصلا بيمر في أوعية شرايين كانت أو أوردة مين الوعائي دا؟ أكيد الدم واللينف جانا من شوي النسيج المسؤول عن نقل المواد الغذائية والفضلات الإخراجية وأيضا للغازات أقصد بيها أكيد الدم واللينف طيب عايز عضلات ملساء ملساء بالذات يعني لا إرادية يعني لا يستطيع الإنسان التحكم فيها مين يا ترى؟ أكيد اللي موجودة في جدر الأوعية الدموية والقناة الهضمية ما أقدرش أتحكم في تحريك الحاجات دي يبقى دي عضلات إيه؟ ملساء لا إرادية طيب عضلات هيكلية أعرفها إزاي؟ ما اسمها هيكلية ليه؟ لأنها بتتصل بعزامك كل العضلات التي تتصل بعزامك هي عضلة هيكلية إذا عضلات الموجودة في منطقة الجزع من الرقبة للأسفل هيكلية العضلات اللي تربط بين العزام وبين اللحمة أو هي أنا أسفل عضلة هي اللحمة طبعا اللحمة أو العضلات اللي مربوطة بالعزام عشان أقدر أحرك إيدي أقدر أحرك أطراف علوية وسفلية جميع عضلاتك الهيكلية أي متصلة بعزامك يبقى مين؟ الرأس الفكوك وخاصة الفك السفلي لأنه هو الوحيد الفك المتحرك والرأس والرقبة والجزع والأطراف كل دي عضلات هيكلية لأن أنا بقدر أتحكم في تحركها أصباغ ملونة جينا الحتة مهمة يمكن ما جاتش قبل كده البلاستيدة هنرسلها حالا بس لما نخلص بقيت الفكرة دي أصباغ ملونة هو الأصباغ دي فيه ألوان أكيد ما احنا خدنا البلاستيدات الخضراء وسمناها كلورو بلاست وقلنا خضرة ليه؟ أصلاها فيها كلوروفيل وقلنا كمان في ملونة سمناها كرومو بلاست طب فاكل الصبغ اللي كانت فيها اسمه إيه؟ هو مش عايز اسم البلاستيدة السؤال بيقول مثال لصبغ ملون أصباغ ملونة مين؟ ها؟ القاروتين أفتكرها إزاي أنا بنسى الاسم ده الجزر اسمه إيه؟ قاروتين شفتنا عملتها إزاي؟ قاروتين افتكرها بكده لأن أشهر فعلا الأصباغ هو صبغ القاروتين اللي بيكسب الجزر اللون الأورانجي بتاعه أو اللون اللي أنت متعود عليه يبقى الصبغ الملون هو أصباغ القاروتين صبغ القاروتين طيب نشوف سؤال تاني بيقول ماذا يحدث؟ بس قبل ما أدخل في ماذا يحدث عايزة أرسم البلاستيدة لأن في ناس قالت برضو البلاستيدة عمل لنا مشكلة ماشي أنا برضو رسمت الشكل البيضاوي بتاع البلاستيدة وهعمل لها جدارين بس الجدار الداخلي بتاع البلاستيدة لا يحتوي على أعراف تمام يبقى دي برضو غشاء خارجي وغشاء داخلي طيب جوة بص عملت إيه؟ هبدأ أحط حاجة اسمها أقراس الجرانة وأصفف كده شوية أقراس فوق بعضها إيه دي؟ أقراس الجرانة أقراس الجرانة هي عبارة عن أقراس بتحتوي على البلاستيدة أو بأسفة بتحتوي على الكولوروفيل دي الأقراس اللي أنا بسميها الجرانة يبقى دي أقراس جرانة طيب والأرضية اسمها سترومة مهمة قوي قوي البيانات بتاعتي يبقى دي أقراس جرانة ودي سترومة والبقى أنا عارفه غشاء داخلي وده إيه؟ غشاء خارجي يبقى رسمنا عضيتين مهمين نيجي تاني للأسئلة بتاعتنا وممكن لو قبلتنا أي عضية محتاجين إن إحنا نرسمها تاني أو نرسلها نعملها السؤال بيقول ماذا يحدث؟ عدم وجود أقراس بينية في العضلات القلبية ها الكلام بدأ يجيب تاني أهو أكيد لن ينقبض أو لن ينبض القلب بصورة وظيفية لإن إحنا قلنا أن الأقراس دي التي تعمل الارتباط وبالتالي بتخلي القلب ينبض بصورة إيه؟ متزنة في حال عدم وجود أقراس بينية لن ينبض القلب بصورة متزنة كأنه وحدة وظيفية إيه؟ واحدة فقد العمل أو فقد حاجة مهمة جدا في عمله تحل الجدار الليسوسوم قلناه من شوية لما الليسوسوم اللي جواهة إنزيمات هاضمة ده يتحلل الجدار بتاعه هيحصل إيه؟ هتتحرر عايزة تدي له إحاء أن هي محبوسة جوا الغشاء هتتحرر إنزيمات الهاضمة وبالتالي تهدم جميع محتويات الخلية فأكيد هتعمل تلاشي أو قد تؤدي لتلاشي الخلية دي وموتها يبقى تتحلل لأنها تدى تتحرر إنزيمات الهاضمة من داخل الليسوسوم إلى السيتوبلازم سؤال تاني بيقول إضافة أصباغ إلى عينة حية قبل فحصها بالمجهر الضوئي لو أنا عندي خلية حية أو عينة حية وحطت لها سبغة قبل مفحصها هيحصل إيه؟ خلية حية وحطت لها سبغة هيحصل لها إيه؟ ها؟ إحنا قلنا إيه؟ يفضل عدم استخدام الأصباغ ليه؟ في الخلية الحية لأنها تعمل على قتل المادة الإيه؟ الحية طبعا أكيد ده هيؤدي إلى قتل المادة الحية أو قتل الخلية الحية سؤال تاني بيقول إيه اللي هيحدث عندها؟ غزو ميكروب للخلية في ميكروب ما دخل الخلية ها؟ من جهازك الدفاعي؟ ربنا حاطت جيش في خلاياك اسمه إيه؟ كرات الدم البيضاء ليه؟ أصلها فيها إنزيمات أصلها عندها ليسوسومات يبقى أنا أقول له إيه؟ تقوم خلايا الدم البيضاء المحتوي على الليسوسومات بتدمير هذا الميكروب بإنزيماتها الهاضمة يبقى كرات دمك البيضاء جهازك المناعي الدفاعي هيبدأ من خلال الليسوسومات بتاعته يبدأ يعمل عملية عملية الهضم طيب نشوف آخر سؤال معانا بيقول عدم انفصال الليسوسوم عن أجسام جولجي تخيل أجسام جولجي دي هي اللي بتكون لك الليسوسوم افطر الليسوسوم ده ما انفصلش عنها يعني ما تكونش عندي الليسوسوم لن تستطيع الخلية هضم المواد الغذائية وبالتالي هتتراقم الخلايا والعديات المسنة والمتهلكة يبقى من رحمة ربنا بنا ان فيه ليسوسوم علشان فيه انزمات هاضمة أجسام غريبة يكسرها لك خلايا وعديات مش محتاجها ميكروب وهكذا يبقى طبعا هيقدى الى عدم هضم المواد الغذائية تتراقم المواد الاخراجية والعديات والفضلات نهيك عن أي ميكروب أو فيروس ممكن يدخل جسمك لن تستطيع مهاجمته لن تستطيع مواجهته وكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا يا رب بنكون استفدنا بها وقدرنا لملكه الباب قضينا معك وقت جميل وأنا سعيدة جدا جدا بالتواصل وبالناس اللي اتصرت بنا يريدني شوف ده في كل الحلقات الحلقة القادمة ان شاء الله هنبدأ بقى في الباب الثالث اللي بيتكلم عن انتقال الصفات الوراثية ومرسيل وقتكم ويتشرفنا موجودكم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا